خمسمائة شخص أو أكثر بقليل لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة السواحل اليونانية كان قد أبحر من مدينة توبروك باتجاه إيطاليا لكنه انحرف عن مصاره في المتوسط وتسبب في كارثة وصل صداها إلى أروقة مقرات الحكومات العربية والغربية وأمام هذا الوضع المأسوي بعد أن قضي أكثر من مئة مهاجر غير نظامي وتسجيل قرابة ثمانين قتيلا من بينهم نساء وأطفال طالبت رئاسة الوزراء اليونانية بتحديد ظروف وأسباب انقلاب قارب الصيد وإجراء تحقيق شامل خاصة بعد تضارب الأنباء عن الحادثة ومنذ غرق القارب الذي يحمل ما يصل إلى 750 مهاجرا على بعد 50 ميلا بحريا من بيلوس جنوب اليونان أصبح دور حرس السواحل يخضع للتدقيق بسبب ربط القارب المقتض بحبل ما أدى إلى غرقه وهو ما نفاه المسؤولون اليونانيون ووفق رواية حرس السواحل قام قارب دورية خاص بهم بإلقاء حبل صغير على قارب الصيد لمعرفة الوضع على متنه وأوضاع المهاجرين لكن البعض منهم فكوا الحبل لمواصلة طريقهم شمالا إلى إيطاليا وابتعدت الدورية لتراقب من مسافة مناسبة في المقابل أعلنت وسائل إعلام يونانية للقبض على تسعة مصريين للاشتباه في تهريبهم للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب وقالت إنهم عرضوا أمام المدعي العام ووجهت إليهم التهم وتم منحهم حتى يوم الاثنين القادم لتحضير شهاداتهم وهنا اكتفت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان نعي وقالت إنها تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقدين وانتشال الجثامين للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين ووضع الناجين ممن تم التعرف على هوياتهم ولتبرئة ساحتها بعد الانتقادات التي طالتها في إدارة ملف الهجرة نفت المفوضية الأوروبية مساعدة المهربين في ليبيا فيما كشف موقع أيو أبزيرفر عن تسليم حرس السواحل الليبي سفنا دورية والأعلان عن حزمة بقيمة 800 مليون يورو لوقف تدفقات المهاجرين الأمم المتحدة وعبر مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة دعت إلى القيام بما يلزم على نحو عاجل لتفادي وقوع المزيد من الوفيات في المتوسط بعد هذه المأساة الأخيرة التي قالت إنها الأسوأ منذ سنوات ورحبت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات انقلاب القارب